بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سر على نهجه واهتدى بهداء إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب عنونا له المؤلف عليه رحمة الله بقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهذا الباب جاء به المؤلف بعد أن ذكر قبله الباب العظيم في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ثم قال في آخر هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وما يأتي من الأبواب فهو ترجم لهذا الباب يعني يريد أن يعرض صور شركية يقع فيها بعض الناس وهذا الصور الشركية مضادة للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله أو هي منقصة للتوحيد لأنها إما أن تكون شرك أكبر وإما أن تكون شرك أصغر فإن كانت شرك أكبر فهي مضادة للتوحيد من كل وجه ومعنى مضادة للتوحيد يعني مبطلة للتوحيد وإن كانت شرك أصغر فهي منقصة للتوحيد والشرك الأصغر ليس كما يتوهم من اسمه أنه صغير وإنما سمي أصغر بالنسبة للأكبر وإلا فإنه أعظم من كبائر الذنوب وهو درجات طبعا الشرك الأصغر درجات كما أن الشرك الأكبر دركات فهو كذلك الشرك الأصغر دركات فمنه شيء عظيم يقرب من الشرك الأكبر ومنه دون ذلك مثل درجات الرياء الذي هو من الشرك الأصغر ولهذا عنونا المؤلف بهذا الباب وهو يبين صور شركية يقع فيها الناس وهي أن بعض الناس يلبس حلقة والحلقة هي ما تكون من حديد وما تكون من نحاس أو نحو ذلك حلقة يضعها في يده أو في عضده أو في أصابع رجليه أو نحو ذلك وله منها هدف وكذلك الخيط يربط خيطا محددا وله من هدف لأن الإنسان العاقل لا يعمل عمل إلا وله من هدف وهؤلاء الذين يفعلون ذلك هم يريدون من هذا الأمر الذي وضعوه في أيديهم أو في أرجلهم إما دفع البلاء قبل أن يقع وإما رفع البلاء بعد أن وقع يعني إما يريدون به دفع مرض قد أصابهم وإما يريدون به منع الشر أن يصيبهم إذن هم يريدون منه إما رفع وإما دفع ولهذا نص عليها المؤلف في عنوانه حيث قال لرفع البلاء أو دفعه ثم استطرد المؤلف في ذكر الأدلة على هذا القول فهو قال أن هذا من الشرك باب من الشرك يعني ليس كل الشرك فالشرك صور كثيرة وإنما هو في هذه الأبواب يذكر أمثلة من باب التحذير وليقاس عليها ما يشابهها وهذا أمر في غاية الأهمية أن يدرك الإنسان هذه المسائل ويقيس النظائر على نظائرها فليس الحكم متعلق بالحلقة وإلا بالخير بل كل ما يطلب منه رفع البلاء أو دفع البلاء يدخل تحت هذه القاعدة لأنه قد يلبس شيء آخر لا حلقة ولا خيط لكن ما مقصده منه فإذا قصد منه دفع البلاء أو رفع البلاء فهنا يتحقق أن هذا من الصور الشركية ما لم يكن شيء قد أذن فيه الشرع لأن فيه أشياء تدفع البلاء وفيه أشياء ترفع البلاء وهذه الأشياء حددها الشرع فهذه ليست داخلة في هذا الباب وهذه ليست من الشرك فمثلاً الإنسان عندما يقرأ آية الكرسي لطرد الشياطين عنه فهذا لدفع بلاء لكن هذا أمر مأذون به شرعاً هذا أمر مأذون به شرعاً ومثل ذلك لو أن إنسان به مرض فقرأ الفاتحة لرفع هذا المرض يتعالج بها أو شرب العسل أو شرب ماء زمزم فإن هذا لا حرج فيه لأنه مأذون به وهذا من الأسباب لكن يبقى اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأسباب الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب قدرية فمعنى أسباب شرعية أنه قد جاء في الشرع أن هذا سبب لهذا جاء في الشرع أن هذا سبب لهذا فهذا يسمى سبب شرعي فلو لم يأتي النص أن العسل فيه شفاء ما يدرون الناس أن فيه شفاء فلما جاء النص دل على أنه شفاء ولهذا لما نصح الرسول عليه السلام رجل أن يشرب عسل لبطن أخيه فقال إنه زاده مرض فقال أسقه عسل صدق الله وكذب بطن أخيك لأنه فيه النص أنه شفاء فهذا سبب شرعي السبب القدري الذي بالتجربة يعني شيء جربه الناس من المباحات مثل الأدوية التي جربت لحفظ الصحة مثل الأدوية التي جربها الناس فهذا شيء بالتجربة بالتجربة الحسية وفيه مناسبة بينها وبين رفع البلاء يعني مثل إنسان عنده إمساك وشرب من نبات السنة هذا تعرفون نبات السنة عشبت أكثر من تكون في مكة بالتجربة أنها نافعة على البطن مثلا إذا صار فيه إمساك فلا يقال إن استخدام هذا السبب شرك بالله سبحانه وتعاله ففيه مناسبة بين هذه التجربة وبين رفع البلاء عن هذا الشخص لكن شيء لا علاقة له لا هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري مثال مثال ذلك لو شخص وضع في يده خيط أو حديدة ما هي المناسبة ويريد ما علاقتها لا سبب شرعي لا في شرع قال إن تعلق هذه التميمة والخيط هذا يدفع البلاء أو يرفع البلاء ما فيه ولا هو سبب يعني فيه مناسبة حتى هم يجعمون يجعمون أنه سبب يعني اللي يستخدمونه يجعمون أنه سبب لكن ما فيه مناسبة لما تنظر إليها ما فيه مناسبة ألبتها إيش علاقة الخيط برفع المرض ما فيه مناسبة ولهذا اعتبر المؤلف بأن من فعل ذلك فإنما هو يلتمس دفع الظر أو رفع الظر من غير الله سبحانه وتعالى لأن الله ما أذن له بهذه الأسباب فاستدل على هذا الباب بقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ما علاقة هذه الآية بلبس الخيط أو الحديدة ما فيها لا خيط ولا حديدة وهي تتحدث عن الأصنام التي كان يدعوها أهل الشرك مثل الآت والعزة وهبل فإنهم كانوا يدعونها وهنا يخاطبهم الله عز وجل موجه الخطاب إلى نبيه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر هل هؤلاء يرفعون الضر عن الإنسان فدل على أن الضر لا يرفعه إلا الله وأن الخير لا يجلبه إلا الله وأن التماس الضر من غير الله عز وجل دفع الضر من غير الله عز وجل أو الحصول على النفع فإن هذا التماس من دون الله وهذا وشرك وتوجه بالقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى فكل ما شابه هذه الحالة فهو يدخل في الشرك ولهذا بعض من العلماء يظن أن لبس الحلقة والخيط هي من الشركة الأصغر دائما والحال ليس كذلك هي قد تكون من الأكبر حسب اعتقاد الشخص وقد تكون من الأصغر وما جاء من الأدلة في تحريم الشركة الأكبر فإنه يشمل أيضا الشركة الأصغر ولهذا بدأ المؤلف بهذه الآية لبياني أن رفع الضر وأن جلب الخير لا يكون إلا من قبل الله بالسبب الشرعي أو بالسبب القدري أو بغير سبب لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن إما أن يكون بأسباب حددها لنا أو يكون بفعل الله سبحانه وتعالى من غير سبب فإن الأسباب ليست مقيدة لله سبحانه وتعالى فإنه خلق أشياء من غير سبب أصلا فهذا المراد من ذكر هذه الآية وأيضا في السبب إذا فعلت السبب فلا يكون اعتمادك على السبب وأنما التوكل والاعتماد على الله عز وجل وأما هذا السبب فتفعله لأنك مأمور بفعل الأسباب تفعله لأنك مأمور بفعل الأسباب لكنك تعلم يقينا أن هذا السبب لن يستقل بإحداث المطلوب فإن فيه من يفعل السبب ولا يتحقق له ما يريد فالاعتماد النهاي هو على الله عز وجل لكن السبب له تأثير نعم له تأثير إلا عند فيه من الناس وهم الجبرية الذين يرون أن الأسباب لا تأثير لها البتة فرقة منحلفة ولهذا لا يرون الأسباب يعني لا يرون أن الأسباب لها قيمة إطلاقا ولهذا هم يقولون أن الله يفعل الشيء عند السبب لا بالسبب وهذا ليس صحيحا هو يفعله بالسبب فهم يرون السبب لا تأثير له البتة يعني كأن الله أمرهم بشيء عبثي كأن الله أمرهم بشيء عبثي فالفعل كله لله سبحانه وتعالى والأسباب لا تأثير لها وقابلهم فرقة دائما الغلو سبحان الله يقابلوا غلو آخر قابلهم فرقة أخرى فقصرت كل شيء بالأسباب فجعلت الأسباب هي التي تخلق الفعل بل وغل بعضهم أن الله لا يعلم بوقوع الشيء حتى يقع وهي الفرقة التي تسمى القدرية الفرقة الأولى تسمى الجبرية والفرقة الثانية تسمى القدرية وهذه ليست دائما لها هذه التسمية فإنها قد يعتقد هذه العقيدة شخص لا يسمي نفسه الجبري ولا يعرفه الناس أنه جبري وقد يعتقد العقيدة الأخرى شخص لا يسمي نفسه بأنه قدري فالمراد بالحقائق لا بالأسماء يعني وجدنا بعض الفرقة الأخرى تعتنق عقيدة الجبرية ولا تسمى بالجبرية ولا تصنف أنها جبرية لكن هي الحقيقة عقيدة الجبرية وكذلك نرى بعض الناس يعتقد عقيدة القدرية لكنه ما يصنف مع القدرية ومن عرف الحقائق عرف أن هذا القول وإن نقلته فرقة أخرى فإنه دخل عليها من هذه الزاوية وهذا ليس خاص بالقدرية ولا بالجبرية فإن الفرق القديمة لها ورات في هذا الزمن فرق جديدة تأتي بمسميات لكنها تأخذ من عقائد هذا ومن عقائد هذا ومن عرف العقائد الباطلة التي وضحها على العلم استطاع أن يعرف هذه عقيدة من واستطاع أن يعرف أن هذه العقيدة أخذت من المكان الفلاني وأحيانا قد لا يكون أخذها اجتهد بعقله فوافق عقيدة القدرية اجتهد بعقله وهؤلاء الذين مثلاً يفسرون القرآن بأرائهم ولا يرجعون لتفسير السلف فإنهم ربما زل بهم التفكير فتبنوا بعض الأفكار التي تبناها السابقون من المنحرفين وهو ما اطلع على قولهم أصلاً وإنما اجتهد في هذا فالشاهد أن الأسباب يعني لها تأثير لكن يبقى الاعتماد النهاي هو على الله سبحانه وتعالى فليس كل من فعل السبب يحصل ما أراده الله له عز وجل وإنما عليه أن يجتهد فقط ويفعل السبب واعتماده وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى لا يغفل ويعظم السبب لا يغفل ولهذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أسباباً وهي لا ترد من قضاء الله شيئاً إلا أن يريد الله عز وجل لكنه مأمور بها نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحصن بالدروع عن السيوف ويلبس لامة الحرب حتى لا يأتي الضرب على راسه بالنبال فهذه أسباب مشروعة وهذه أسباب قدرية يعرفها المسلم والكافر بالتجربة بالتجربة الكافر يسوي درع ويسوي حماية لرأسه وانظروا إلى الآن عند العسكريين شتى الدول يجعلون حماية وسطر واقع للرصاص وأشياء كثيرة من هذا هذه بالتجربة أسباب عرفت فكان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الأسباب الشرعية وهذه التي لا يعرفها غير أهل الإسلام وهذا الأسباب الشرعية هو الدعاء أن يحفظه الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا من باب الحفظ من الله عز وجل من الأسباب الشرعية إضافة إلى الأسباب وهذا لا يمنعه من التوكل على الله عز وجل بل الأصل هو التوكل ولهذا قد تفعل هذه الأسباب ولا تنفع قد يجتهد الإنسان في فعل السبب الشرعي والسبب لحكمة أخرى أرادها الله عز وجل يعني انظروا مثلا المعاركة التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول عليه وسلم دعا أن الله انصره على المشركين ما يدخل معركة إلا هو يستنصر الله سبحانه وتعالى فهل استجيب له في كل معركة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر في الأسباب الشرعية والقدرية لكن قد يعارضها قدر آخر وفيه حكمة أخرى ولذلك الذي يجهل هذا يعني بعض من الناس يستغرب مثلا ويقول المسلمون لهم عشرات السنين وهم وهم في ليلة القدر ومن رمضان وفي الحرم اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم والنصارى ومن نصرهم وما أهلكهم الله ويستغرب أين ذهب الدعاء عشرات السنين اللهم أهلك اليهود ومن هاودهم وهلك النصارى ومن نصرهم ومع هذا هم في ازدياد والنصارى في ازدياد لأن الحكمة عند الله سبحانه وتعالى أنت لا تعرفها ولا تقدرها فأنت عليك بذل السبب هذا الدعاء والسبب السبب الشرعي أن تدعو الله عز وجل وأن تستنصر بالله عز وجل لكن لا تذهب نفسك حسرات إذا لم يتحقق لا تذهب نفسك حسرات إذا لم يتحقق هذا الدعاء لأنك أنت ما تبصر شيء من الحكم التي لله سبحانه وتعالى يقول طيب والكفار هم خير مننا لما انتصروا ما هو بهذا المقياس ليس بهذا المقياس فإن الله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الكون ولذلك بعض الجهل من الزنادق وغير ذلك ما يستوعبون لما يرون أن أطفال يحرقون ويقتلون ويقول هذا طفل مسكين لا ذنب له يعني هل أنت تستدرك على الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا هذه لها قوانين ونوميس خلقها الله عز وجل ويمضيها فأنت لست أعدل من الله ولا أحكم من الله عز وجل وثق أن كل ذلك فيه حكمة إما تأديب للشخص أو تأديب لأهله أو نحو ذلك وفي النهاية يعني العاقبة للمتقين وللمحسنين فهذه الأسباب يعني لا بد أن تعرفها في أسباب شركية لا أصل لها وهي التي يتعلق بها المشركون المشركون يذهبون إلى شجر ولا حجر ولا قبر فيتعلقون به لرفع البلاء طيب هذا كيف يرفع البلاء ما المناسبة هل أمرت من تذهب إلى شخص ليرفع البلاء عنكم ما في أمر هل بالتجربة أنهم ذهبوا نعم بعضهم يقول نعم ذهبت بالتجربة وكلمني من داخل القبر وهنا ما في مناسبة يعني هذا من تضليل الشيطان من تضليل الشيطان أنه قد يأتيك من يجيبك من داخل القبر ويقول نعم ماذا تريد وهذا من تلبيس الشيطان لكنها ليست من الأسباب التي بينها وبين ما تحدث مناسبة وهذا غير معروف لأن الميت في قبره ما ينفع نفسه حتى ينفع غيره انقاطع عمله هو نفسه ما ينفع نفسه فكيف تريد منه نفع ولذلك تلبيس الشياطين يعني قد تلبس في شيء من القبور فيتكلم صاحب القبر مو صاحب قبر الشيطان يتكلم من جهته حتى ذكر بعض أهل العلم أن بعض الذي يعظمه الناس يسمونه ولي ولي هذا في حال حياته لأن الجهل من الناس يأتون إلى هذا الولي ويعتقدون أنه ولي بمعنى أنه صاحب طاعة ونحو ذلك فيما يظهر لهم ثم يبجلونه ويقدسونه ثم يظنون أن هذا الولي يعني لا يرد أمره وأنه يطلب ما يشاء فذكر من تلبيس الشياطين أنه تأتي حمامه حمامه تأتي أمامه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني قالوا شفت الحمامة جاءت أمامه وتقول يا ولي الله اذبحني وكلني طيب هل جرت العادة أن الحمامة تتكلم ما جرت العادة أن الحمامة تتكلم من الذي تكلم في الحمامة الشيطان الشيطان دخل في الحمامة ويتكلم من داخل الحمامة ولماذا يتكلم الشيطان ليظل السامعين يظنون أن هذا الولي حتى الطيور تتقرب له وما الذي يمنع أن تكون هذه كرامة للولي الكرامة ما تكون من جنس معجزات الأنبياء معجزات الأنبياء يعني الذيب تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمل تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فالكرامات ما تكون من جنس المعجزات الأمر الثاني أيضا ينظر في حال هذا الولي يعني أين ذهب الحمام ما جاء للصديق رضي الله عنه قال يا أبا بكر كن لي وينظر في حال هذا الولي هل هو على السنة ولا على البدعة فهذا كله من دجل الشيطان وهذا من الأسباب الشركية ومنها ما توهموه أن بعض الناس يظن أنه إذا علق عظم الأرنب عظم الأرنب إذا علقه في يده فهذا يدفع عنها العين ما تصيب العين إذا دخل في عقيدة المشركين الذين يظنون أن هناك من يدفع البلاء عنهم دخل ويجوز أن نحتج عليه بهذه العين من أين أتيت بهذا؟ قال ولو وجدت الأباء يفعلون ذلك هذا ما يحجه وجدنا أباءنا هذا ما يحجه من قال لك ذلك؟ وهذا ليس من الأدوية المباحة مجرد عظم يعلقه عليه لدفع العين ولهذا ذكر قصة هنا قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلق من صفر وأن تعلمون أن الذين يأتون يسلمون بعضهم ما عرف صور الشر كلها فالرسول عليه وسلم يعلمه ولهذا يعني لما يقال حديث عهد بإسلام حديث عهد بإسلام يعني تو دخل في الإسلام وإذا كان دخل في الإسلام ففيه أشياء ما اتضحت له كما في قصة عدي بن حاتم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه أشياء ما كان يعرفها فالرسول عليه وسلم رأى هذا الرجل في يده حلق من صفر فقال ما هذه سأله لماذا علق هذه الحلقة وهذا فيه دلالة أنك تحتاج أن تتأكد الإنسان لماذا وضع هذا الشيء ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ما كان يدري لماذا وضع هذه الحلقة وسأله أولا يعني فهذا أيضا فيه تربية نبوية أنك لا تنكر شيء حتى تعرف ما نية هذا الشخص من هذا الشيء ماذا يريد لماذا فعل هذا الشيء فقال ما هذه قال من الواهنة هذه من الواهنة والواهنة اسم معروف يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفونه العرب الواهنة مرض يصيب العضد أو يصيب الذراع يعني وجع فعنده إن هذا الخيط يرفع الواهنة عن الإنسان فكأنه مصاب بمرض الواهنة وهذا الخيط يرفعه وهذا على عادة الجاهلية إيش علاقة الخيط بالواهنة هذا ضعف في الأعصاب أو ضعف في العظام وهذا خيط إيش علاقته ما في مناسبة ما في مناسبة البتة فقال له صلى الله عليه وسلم انزعها هذه الحلقة التي من صفر انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة يعني لا تزيدك إلا ضعفة الواهنة الواهنة والوهن هو الضعف فإنها لا تزيدك إلا وهنة وما هو هذا الوهن الذي يحصل له هو ضعف العقيدة لأنه لما يتشتت قلبه ويعتمد على هذه ويترك الاعتماد على الله فهذا لا تزيده إلا ضعفا في قلبه وإذا ضعف القلب ضعف الجسم فلا تزيده إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا وفي هذا الحديث فيه مسألتان كبيرتان المسأل الأولى فإنك لو ميت توهي عليك ولهذا استنبط المؤلف من هذا أن مسائل التوحيد لا يُعذر الإنسان بالجهل فيها لأن هذا رجل جاهل فلماذا لا يُفلح لماذا لا يرتفع عنه الإثم وهو لا يعلم والمسألة الثانية ما أفلحت أبدا والذي لا يُفلح أبدا هو المشرك لأن المسلم لو بقي في النار قدر رمل عالج فسوف يُفلح يوما من الدار لأنه لا يُخلد في النار إلا المشرك فقال ما أفلحت أبدا فهنا هل هذا الاستنباط صحيح هذا الاستنباط ممكن أن يكون صحيح وممكن أن يكون مقيت ممكن أن يكون مقيت لأنه كون قال فإنك لو مت وهي عليك أنه لا يُعجر بالجهالة فلعله متمكن من العلم والتذكرون مر معنا في الدرس سابق بأن من تمكن من العلم في مسائل التوحيد ولم يسأل عنها فإنه غير معجوب إذا كان عنده في بلاد المسلمين وعند أهل العلم والكتب موجودة ومع هذا ما يهتم بالتوحيد يهتم بأي شيء بعد ذلك يهتم بأي شيء بعد ذلك والتوحيد مقدم على الصلاة فكيف تكون الجهالة إلا أنه ما هو مهتم بشيء أصلا معرض ما يريد يعني أنت الآن يقال لك المشرك في النار مخالداً مخلط والمؤمن في الجنة ما تقول وش الشرك ما هو الشرك الذي يجعلني في النار ما تسأل عنه وأنت بين العلماء وفي بلدان المسلمين ونحو ذلك فإن كان ولهذا العلماء إذا ادعى الجهل عندهم شخص في منطقة نائية بعيد عن حواضر المسلمين بعيد عن العلم لا يسمع فهذا يعزرونه فهذا يعزرونه لكنه في وسط حواضر المسلمين يعني شخص مثلا متخرج من الجامعة يقولك أنا ما أدري أن يزن حرام تعزره ويزن قال هو حرام أنا ما أدري أنه حرام فأنت تعزره لا هذا متمكن من العلم فلا يعدر فالمراد بهذا الرجل أنه قد تمكن من العلم ولم يعدر وكل كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله فيما يتعلق بالعذر بالجهل فهو محمول على من تمكن من العلم ولم يستطع ولم يتعلم وأعرض أما بعض الناس ما جاءوا علم أصلا فهذا يحتاج أن تقيم الحج عليه وإلا كيف تطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله أين موقعها إذا كان سوف يعذب على الشرك من غير رسول فإنه لا بد أن تقوم عليه الحجة لا بد أن تقوم عليه الحجة لكن بعض من الناس يسرف في معنى إقامة الحجة حتى يكاد يعذر اليهود والنصارى ويعتبرهم من أهل الاجتهاد فكل مشرك عنده ما قامت عليه الحجة يعني شخص يقرأ القرآن يسمع القرآن ويتلع عليه ويقرأ مثلا الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة ويستعين بالجن والشياطين طيب والآيات التي تقرأها ما قامت عليك الحجة إياك نعبد وإياك نستعين فالناس عندهم بعضهم غلو في إقامة الحجة حتى تجد بعض الناس يطوف بالقبور وسط بلدان المسلمين ويذبح لها وينذر لها ويستغيث بها ويطلب منها دفع الشرور والناس يقولون هذا جاهل ما قامت علي الحجة أجل متى تقوم الحجة وهل سأل عن معنى التوحيد وسأل عن الشرك وبعض من الناس يأتون إلى شخص أصلا ما وصله العلم في أدغال أفريقيا ولا في أقصى أمريكا أو نحو ذلك فيقولون أنت ارتكبت شرك نقتلك حتى ولدان دخل في الإسلام بما يسمع بس قبل أن تقوم علي الحجة فالناس فيه غلو هكذا وغلو هكذا وإلا العلم الآن منتشر في القرآن يتلى حتى من إذا عات الكفار حتى من إذا عات الكفار القرآن يتلى ويسمعه كثير من الناس ولهذا إذا رأيت كلام الشيخ هنا لأنه ذكر بعض المسائل هنا قال هو ذكر هنا وأنه لا يعذر بالجهالة ذكرها في المسائل ثالثا الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة يعني هذا الرجل لم يعذر بالجهالة وفرق بين كون الشيخ يقول أن هذا الرجل ما قال أنه لا يعذر بالتوحيد قال أن هذا الرجل لم يعذر بالجهالة يعني فالذي يأخذ من قوله هذا أن الشيخ محمد عبد العهاب لا يعذر بالتوحيد فكلامه يخالف ما نص عليه فإنه قال إنه والضمير راجع لمن لهذا الرجل الذي كان فيه حلقة أنه لم يعذر بالجهالة لماذا لا يعذر بالجهالة؟ لأنه بين الصحابة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يسأل فقال لو متواهي عليك ما فلحت أبداً لأنك قصرت ولم تسأل فيحمى الكلام الشيخ هنا على هذا وما فلحت أبداً يعني إذا كان يعتقد فيها أن حقيقة تدفع الضر وتستقل برفع البلاء فهذا من الشركة الأكبر أما إن كان يعتقدها من الأسباب وهي ليست بسبب فهذا من الشركة الأصغر لحظتم الفرق؟ إن كان يعتقد أنها تدفع عنها الضر ولا يلتفت إلى الله فهذا من الشركة الأكبر أو يعتقد أن دفع الضر شبه محقق منها ويغفل عن مسبب السبب أما إذا كان يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب فإن من الشركة الأصغر لأن الأصل أنه لا يأخذ الأسباب إلا من الشرع أو القدر وهذا الحديث بعض العلماء يضعف سنده هو قال عنه هنا رواه أحمد بسند لا باس به وبعض العلماء يضعف سنده فقد يقول قائل ما دام أن سنده فيه ضعف كيف تبني عليه حكام وتتحدث عنه؟ ما دام أن سنده ضعف يقول هذه القضية ليس هو دليلها الوحيد ولذلك هو جاء بالآية قبل ذلك بأن هذه الصورة شركية سواء صح الحديث ولا ما صح يعني هذه الصورة هي صورة شركية سواء صحت هذه القصة وأن فيه رجل مرة على الرسول أو لم تصح فإن هذه الصورة إذا تعلق الإنسان شيء من ذلك فهي صورة شركية ومثل ذلك الذين يعلقون عظم الراس على البيت بعض الناس يعلق الآن عظم الراس في البيت لدفع العين زعم أو يعلق مداس في السيارة تقول هذا طيب هذا يقول حلقة من صفر ما ذكر يعلق مداساً ولا عظم راس نقول هل فيه فرق بين الصورتين؟ هل فيه فرق بين الصورتين؟ ما فيه فرق بين الصورتين فإذا يعني لا يلام المؤلف ويقال كيف يؤسس مسألة بالتوحيد على حديث ضعيف نقول التأسيس ليس على هذا الحديث فحسب وإنما مجموع الأدلة من الآيات وغيرها على حديث الاسوبتات تدل على ذلك ولأن هذا يدخل في التميمة والتميمة هو فيه حديث صحيح الذي رواه عن عقباء بن عامر مرفوعاً من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وهل الخيط والحلقة تدخل في التميمة؟ ولا ما تدخل؟ تدخل كل المعلقات تدخل إذا كانت لرفع البلاء أو دفع البلاء فإنها تدخل في ذلك بقي مسألة يتكلم عنها الأطباء وهي أن فيه حلق من المغناطيس من المغناطيس وهذه هذه الحلقة من المغناطيس تسحب الشحنة إذا كان الإنسان في شحنة كهربائية زائدة فإن هذه تسحبها ولذلك تجدون أحيان بعض الصيدليات بعض الصيدليات تبيع هذه الحلقة لمن عنده زيادة في الحديث والأطباء يقولون أن هذه من الأسباب المجربة يعني من الأسباب القدرية فهذه بعض العلماء لا يلحقها بالتمائم إذا كان بناء على وصف طبيب وثبت طبييا أن فيه علاقة بينها وبين سحب المغناطيس الزائد في الجسم فهذه لا تدخل لا تدخل في باب في باب الشرك لكن قد تمنع من وجه آخر ما هذا الأمر الذي تمنع عنه ها كيف ايش تمام ممتاز الآن القرآن كله القرآن أليس شفاء وكلام الله المصحب هل يجوز أن نتعلقه في رقابنا وهو كلام الله هل من تعلق بكلام الله هذا شرك لأن هذه المعلقات فيها شبيهة بالتميمة فيختلط فيختلط يختلط التعليق التميمة من غيره فبالتالي لا يحصل انكار للتميمة إضافة إلى ما يعتري هذا التعليق من الامتهان لكلام الله ونحو ذلك لكن الأمر الثاني لأنه ليس مشروع فإن فيه صحف كانت مكتوبة عند الصحابة وفيها القرآن ولم يتعلقوا بها فدل على أن هذا غير مشروع أن تتعلق بالقرآن أو بآيات من القرآن فبعض من الناس يكتب آية الكرسي ويعلقها من الحفظ وبعض من يتعلق القرآن نقول من وجهين أولاً أنه لم يفعله الصحابة وهم أعرفوا الناس بما يحل وما يجوز الأمر الثاني أنه الذي يراك أنه يختلط من تعلق بالآيات بمن تعلق بالتميمة فلا يحصل الانكار على التمايم ومدام فيه تلبيس فتركه هو المتعين تتركه ولا تتعلق به ولهذا وجد من الصحابة من إذا شاء رأى شيء متعلق قطعه ولا يسأل أشأل فيه ويرى أن هذا من إجارة المنكر لأن التعليق ممنوع مسدود باب التعليق ولهذا أظن ذكر فيه قصة حديفة والابن أبي حاتم عن حديفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه هذا حط خيط يدفع الحمى لكن ما سأله في قصة عمران سأله ما هذه أما حديفة قطعه لأنه ما يرى التعليق أصلا ما تعلق شيء من المعلقات فإن هذا يعني أشبه التمايم والتمايم قد صح فيها الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك وحديفة هنا لما قطع هذا الخيط تلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني أن بعض من الناس يؤمن بالله لك أن يحصل من شرك فيجمع بين توحيد وشرك لكن المراد به هنا الشركة الأصغر ليش لماذا لا نحمل ما جاء في الآية على الشركة الأكبر لأن الشركة الأكبر لا يبقى معه إيمان ما يبقى معه توحيد والذي يبقى معه الإيمان هو الشركة الأصغر فإنه ينقصه ولا ينقضه وإن كان بعض الناس فسر الآية على على الذين يشركون في توحيد لللهية وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يستفيدون من هذا الإمام الإيمان شيء إذا أشركوا في توحيد الإلهية ولهذا لا يجوز أن يعلق شيء من هذه التمائم البتة لا قرآن ولا غيره ولا ما فيه رقية وذكر في رواية وروي عن وكي عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فمعنى ذلك أن الخيط هذا فيه سوى قراءة شخص قرأ له ثم ربطه يعني سوى رقية ثم ربطها في يده رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك يقول لو مت وعرف حذيفة أنه ماتوا عليها هذه التميمة ما صلى عليه وهذا تغليق ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فهذا دلالة على أن باب الشرك مسدود صغيره وكبيره وأن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر من هذه الصور الشركية فالمؤلف ذكر هنا في هذا الباب ما يتعلق بصور التمائم والمعلقات ومنها ما يكون شرك أكبر ومنها ما يكون شرك أصغر ونكتة المسألة هو أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالنفع والضر وإن الذين يتعلقون إنما أوتوا من هذا الجانب يعني أوتوا من هذا الجانب واللي هذا استدل عليهم بالآية التي في المشركين وهل المشركون يعتقدون أنها أن الأصنام تنفع وتضر لأن لما ذكر في الآية هنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر لو كانوا يعتقدون أنها ترفع الضر كان قالوا نعم تنفع إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسب يا الله عليه يتوكل المتوكلون فهل هم يعبدون ها لأنها تملك الضر والنفع أم لمعنى آخر يعبدون لمعنى آخر وهي أنها وسيط عند الله في فهم يعترفون أن الله الذي يملك الضر والنفع ولا يردون منها إلا الشفاعة أن تتوسط عند الله لينفعهم أو يضرهم ولذلك بعض من الناس الآن يعني يهون في الصورة الشركية ويقول أن الذين يذهبون إلى البدوي والأعدروس والغيرة إلى قبورهم ما يعتقدون أنه رب ما يعتقدون أنه ينفع ويضر ومن قال لك أن المشركين كانوا يعتقدون في أصنامهم الذي يفعل عند قبر البدوي أو عند قبر العدروس هو الذي يفعل عند الله والعزر فهم ما كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر استقلالا وإنما هي وسيط يتوسط لهم عند الله لينفع أو يضر ولهذا يخاطبهم النبي ولو كان كذا قالوا نعم تنفع وتضرك لكن هو يخاطب بشي يعترفون به وهم إنما يريدون الوساطة فقط والذين يذهبون إلى القبور الآن ماذا يريدون غير الوساطة ما يريدون إلا أن تتشفع لهم عند الله عز وجل وبعضهم متجاوز الحدود يقع حتى بشركة ربوبية يرى أن تملك بركة وأن تنزل عليه بركة ونحو ذلك حتى نقل عن أحد طواغيط الصوفية الكبار أنه يقول إذا مت فتعالوا لقبري واسألونني فإن الرجل ما هو الذي يحول بينه وبين أصحاب ذراع من الأرض يعني أنا أنفعكم حتى بعد موتي وهذا وهذا لا شك طاغوت طاغوت لماذا لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه وهذا موجود في الكتب المنسوبة له وهو الشعراني في كتب الشعراني يقول الرجل يقول الرجل ليس هو الذي يحول بينه وبين أصحابه ذراع من الأرض يقصد ذراع التراب حق القبر تعالوا لبعد موتي فمعنى ذلك يريد يعبدونه ويعظمونه ويقدسونه ويستغيثون به بعد موته طيب أنت في حال حياتك ماذا تصنع أنت ترفع المرض عن نفسك هذا في حال حياتك فكيف بعد موتك لكن طاغوت لأنه يريد أن يعلق الناس بنفسه فهذا هو شغل الطوغيت زي اللي يقول لهم يعلمهم دعاء محدد ويقول يعادل القرآن ستة ألاف مرة هذا طاغوت هذا كذاب طاغوت من الطوغيت قراءة الدعاء هذا يقول يعادل قراءة القرآن ستة ألاف مرة هل رأيتم استخفاف بحق الله أعظم من هذا الاستخفاف ستة ألاف مرة ستة ألاف مرة إذا قرأت يقول دعاء الفاتح يعادل قراءة القرآن ستة ألاف مرة وسبحان العزيز الحكيم تروج هذه الضلالات التي ما تروج على إنسان يعقل ما يقول تروج على بعض من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله وإلا لو كان يعرف معنى لا إله إلا الله ما وقع في هذه الضلالات التي بهذا الحجم يعني في ظلالات فيها شبهة لكن في ظلالات ما في يعني في ظلالات حجم يعني متجاوز الحدود ما ما يمكن يقول بها عاقل وهو يعقل ما يقول ولا يصدقه شخص يعقل ما يقول الحج في ذلك أنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يقضة لا منامة وقال له ذلك الرسول جاء له في القرن السابع والثاني عشر جاء له الرسول سلم يقضى لا منامة وجلس عنده خرج من الجنة ترك جنات النعيم وجاء عنده وقال له علم الناس كذا وغير القرآن كله وغير التوحيد كله وعلم من هذا الخزعبولات ولذلك لما ترون النكبات تصب على المسلمين تصب من مثل هذا الخزعبولات التي بينهم لا تنكر ولا مثل هذا الخزعبولات تجدون أحزاب قائمة عليها تجدون دول قائمة عليها واسمهم المسلمين فتاتي النكبات على المسلمين بسبب هذا العبث الذي يلعبون به بدين الله سبحانه وتعالى ثم بعد أن ذكر هذا استنبط عدة مسائل كعادته عليه رحمة الله من ما يمر من دليل فقال فيه مسائل يعني في هذا الباب وما جاء من أدلة فيه مسائل المسألة الأولى التغليض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك مثل ذلك يعني لرفع البلاء أو دفعه فهذا جريمة مغلضة لأنها داخلة في باب الشرك الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وكلام الصحابة هذا أين هو مر معنا ولا مر مر معنا كلام عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا يقول أنا لو حلفت بالله كاذب يمين غموس هذا أحب له من يقول والنبي أحب له لأن النبي غير الله فمن حلف فهو يقع في اليمين الغموس واليمين الغموس بالاتفاق من كبائر الذنوب والحلف بغير الله شرك فهو يفضل لو ألزم بأحد الأمرين أن يختار أكبر الكبائر ولا يقع في الشرك لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغير الله صادق فقال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر الثالث أنه لم يُعذر بالجهالة يعني هذا الصحابي لو مات وهي عليه ما عذر بالجهالة لأنه في بلد العلم ومتمكن من العلم الرابع أنها لا تنفع في العاجل بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا فإنها لا منفعت فيها بل هي تضرك وتزيدك ضعفا في قلبك وفي غير لأنك اعتمدت على غير الله سبحانه وتعالى الخامس الإنكار بالتغليض على من فعل مثل ذلك ويريد ما فعله حذيفة وقطع للتميمة وقول لو مت وهي عليك ما صليت عليك فهذا من هذا الباب السادس التصريح بأن من تعلق شيئ أن وكل إليه يعني من تعلق شيئ واعتمد على غير الله عز وجل فهو التفت إلى غير الله فيتركه الله عز وجل ولهذا من دعاء المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فإذا وكلت إلى غير الله عز وجل هلكت ومن اعتمد على غير الله وكل الله عز وجل من من تعلق شيئ وكل ليلي السابع التصريح بأن من تعلق تميم فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحم من ذلك يعني من علق خيط لأجل الحم فهي تميم فهي من ذلك التاسعة تلاوة حذيف الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع ومن علق ودع فلا ودع الله لا الودع حاجة بيضاء تخرج من البحر معروفة أصداف من البحر وبعض من الناس هم يتعلقون بأي شيء غريب وربما ربما تعلقوا بها لأن اسمها ودع فهم يقولون هذه تسبب الوداعة والطمأنين والسكين فيتعلقون بها ولهذا دع عليهم الرسول عليه السلام فلا ودع الله له فهذا يدل على أن ه ارتكب جرما عظيما والرسول عليه السلام يدعو أن يعامله الله بنقيض قصده فلا يحصل له تمام صحة فلا أتم الله له ولا ودع الله له وقال تعليق الودع من العين من ذلك يعني هم يتعلقون لدفع العين وسواء كان لدفع البلاء أو لرفع البلاء فالحكم واحد حادي عشر الدعاء على من تعلق تميم أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له أي لا ترك الله له يعني لا ترك الله له هناء ولا طمانين ولا دعه وإنه يُعامل يُعامل بنقيض قصده لأن الله وكله إلى ما تعلق وبهذا نكتفي ويكتمل هذا الباب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه قال عندنا يُربط الراس بخيط شعر يعني لا بد أن يوضح سؤاله لأن الربط مثلا يختلف الهدف من الربط أحيانا إنسان تنكسر يده العظم ينكسر فأنت تربط عليه جبيرة هذه ما يتميمة هذه من السبب القدري لأنك تربط العظام مع بعضه تسمى جبيرة ولهذا تكلم العلماء في المسح على الجبيرة ونحو ذلك فهذا تختلف يعني إذا كان الربط بخيط على اليد هو جبيرة لربط العظام أم من كان له هدف آخر يتعلق بالنفع والضر فهذا هو الذي يدخل في صورة الشرك الأخ يقول هل صحيح أن الإنسان ممكن أن يرى الرسول عليه وسلم يقضه يعني في الحياة الدنيا هذا ما هو صحيح ألبت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في البرجخ في حياة برجخية ولا يخرج يقابل الناس وكل الحكايات التي تذكر أنه جاءهم وبعضهم يقول رابط عمام خضراء وبعضهم كل هذا من أكاذيب غلات الصوفية كذب ولو كان الرسول عليه وسلم يجوز له أن يخرج ويقابل الناس لحل مشاكل الصحابة لما حصل بينهم الاقتتال فإن الصحابة حصل بينهم فتنة كما تعلمون وكان بإمكان صلى الله عليه وسلم أن يخرج لأصحابه ويحل المشكلة فلا يمكن أن يرى الرسول عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا يقضى ترجمة نانسي قنقر